اشتركوا في القناة ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة احكي يا شهره زاد احكي الشهره يار اشغليلو ليلو لطلو عي النهار احكي يا شهره زاد احكي الشهره يار اشغليلو ليلو لطلو عي النهار احكي يا شهره زاد احكي الشهره يار احكي يا شهره زاد احكي يا شهره زاد ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة 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 احكي يا شهره زاد احكي الشهره يار اشغليلو ليلة قصة كل 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 ليلة قص دايماً في حلق الضهر أحكي يا شهر زاد قلبي ليلة وليلة قصة كل ليلة موسيقى اسمك إذن شهر زاد شهر زاد خادمةك يا مولاي بلغني أيها الجمهور السعيد جمهور شريف مذكور زو العقل الرشيد ما سمع وكيش مقفة معقولوش المسجد أصليها كان بتقولها كده أيوه والكارتون دا اللي كانت عاملاه الأستاذة الكبيرة مونة لا لا الأستاذة الكبيرة أستاذ شوكار خليفة طبعاً أستاذة شوكار خليفة دي أو ببعتليك ألف سلام متحية يا حبيبة قلبي من جوه من جوه من جوه من جوه أول وحدة اقتنعت بي طبعاً تستاه وقالتلي أنت هتبقى مزيع وحيبقى ليك يعني مش عايز أقول فهي ليها فضل بعض ربنا كبير علي قوي قوي وكانت مقتنع بي ياسوس بطريقة مش عادية وديتلي فعلاً فرصة بوسي أنا في شوية ناس معلش أيوه دازم أقول لهم تفضل في شوية ناس ادوني فرصة أنا أول ما اشتغلت كاتموديرتي العامية الكبيرة مما نجوة أستاذة نجوة برحيم سمعتش معها كتير أوكي مشت وجيت بعدها أستاذة شوكار خليفة فقعدت مع أستاذة شوكار وقت فقدتني بوش ودي برامل بعد شفيتك شفيتك آآ 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 قلتلي مشت مع أستاذة شوكار حبيبة قلبي وهي غالي علي قوي جات بعدها المرحومة الجميلة والسدس سمية شراء طبعا الله يرحمها وعمري برضو ما حنسى فضلها علي يا سمت عظيمة قالتلي انت لان تطلع هوا قالتلي انت بكرة بكرة استقدي حتطلع هوا قلتلي مده مسامية قالتلي بكرة حتطلع هوا تطلع هوا أتبع عملي ليه قعدت فكرت شوية قلتلي عايزين الناس تخسوا وان الكلمة عدال بريجيم وفي برنامج الجلس مستوديو الأسرة تطلع منه هوا طلعت هوا بعد ما خلصت الهوا قلتلي التليفون بيرين قلتش يا زي الخيبة عملت ايه قلتلي ايه الشطرة دي ايه شوفي بقى ما يبقى وراقي لا 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 شوفي بقى ما يبقى وراقي مدير مقتنع بيكي ايه قلتلي هب جات ركوت كويس قلتلي مفيش غلطة من التقديمة للتليفونات كنت بتاخدها ازاي لطريقة قلتها يا ربي خليكي ويحفظك وهي اللي عملتلي من كل بلد أكلها مم اللي شهرني ايه فبرضو عمري ما أنسى فضلها بعديهم أستاذة هاني حلاوة الله يوه يعني أستاذة هاني حلاوة ببعثلك ألف سلام وتحية ولازم يوم عيد ملادي تكلمني مم على طول فأستاذة هاني حلاوة دي من الشخصيات المحاببة جدا أنا كنت بحباه في الشرق الأبسط أه وكانت أخش أقول لأنا عايزة غير الديكور تقول لي عمل اللي أنت عايزه كان عندها ثقة فيها عمياء كمان أستاذة عبداللطيف المناوي يعني هو اللي أخدني وحطيني في صباح الخرية مصر وكان مقتنع عمري ما حانسى أول ما قابله معاه قال لي لقيت التليفون بيرن مين المكتب أستاذة عبداللطيف المناوي يسكتع الأخبار قال لي عايزك تجيله في أقرب وقت طولت له طب أجي بكرة قال لي تعالى دخلت له قال لي عايزينك تبقى معنا مزيع ثابت في صباح الخرية مصر طوله أنا قال لي آه طوله بس أنا يعني مزيعين صباح الخرية مصر بقطاع أخباري بكلمة لغة عربية وبدل وشياكة كده أنا حضرتك مبهدل قال لي هتطلع زي ما انت أي وبرضو ده الدنيا ثقف نفسي ومعاهم بعد كده أستاذ هالحشيش كانت رئيسة القطاع برضو المتخصصة كانت برضو الشرق الأوسط أم فاندم الشرق الأوسط وطبعا كان لها أستاذ هالحشيش عملت حاجات كثيرة قوي وفي التليفزيون كان لها برامج مهمة جدا برضو كانت رئيسة القطاع ومشيت من التلفزيون المصري وهي رئيسة القطاع وكان في من بعض القيادات الكبيرة قوي في التلفزيون اعتراض إني أمشي فكانوا عاملين مشاكل كبيرة معي هي كانت وقفة في الظهر لي ما شاء الله عمري مأنسة ده قلت لي لا ده مستقبلك وشوف حياتك وكل ناس تشتغل برها التلفزيون ممكن ترجع أي وقت وكذا وكذا وجرب عمري مأنسة اللي هي عملتهم معي فالناس دي كن لهم كل الاحترام وهم بجد لو في حد اسمه شريف مذكور بقى موزيع وليه برامج باسمه وعمل حالة فالناس دي الأسامي اللي أنا قلتها ليهم فضل علي أنت كنت محزوزة عاية أنا يعني أنا مكنتش محزوزة في الآخر بقيت محزوزة بك لكن في الأول مكنتش محزوزة عاية هو بصي الحلوة طبعا مش حظ هو طبعا ابتهد أنا لا أؤمن بالحظ أي بس أنا كنت مكتهدة وانت ما زلت مكتهدة طب ما انت عشان مكتهدة انت جتي معي ضيفة أيو بعد وانت ماشي قلت لك إيه الحقيقة برده أنا لي السزوائل عبد المجيد ليه فضله علي بصراحة ده مين الله يرحمه السزوائل عبد المجيد ده كان رئيس القناة الخمسة آآ في سكندرية في سكندرية وانا روح تقدمت وممعيش وسطة وما كانش يعني وبعدين بها ايه كان كتير جدا وبيعملوا قناة فدخلت فقال لي ايه بقى قلت له أنا بكتب شعر وبكتب قصة وبكتب نقدة أدبي وبكتب صحافة قال لي كل ده قلت له قال لي انت منين؟ قلت له من لبين قال لي مش اللبين ده ستات بيلبسوا وملايا لفوا وبيعملوا برقع ومش عارفة ايه وكده قلت له او مش عارفة كنت منتكلم على ايه او كنت منتكلم على نوال السعدوي فبقول لك الله يرحمها الله يرحمه عمل بحث عن المرأة السعلوكة في أدب الستينيات قال لي يعني ايه؟ فقلت له يعني الرواية بتاعتها ورصت الظاهرة دي عند نجيب محفوظ ومجيد طبيا ونوال السعدوي قبل برك بعدين قال لي انت تعرفي نوال السعدوي؟ قلت له مقبلتهاش بس يعني ده رواية اسمها امرأة النقطة السفر عجباني قوي ودي اشتبه رواية عند اميل زولاء وعند جامبول سارتر قال لي ايه؟ لابنت تعرفي ها طبعا مالي لابان قلت له اه قلت له يعني شعديات وكده ونجحتي ودخلت اشتغلي لأ ما ما نجحت اسم وبعد ما نجحت اسم هو بعدين ايه قاعد يدور علي يعني قاعد شهرين دور علي فلقى صاحفي فقال له فيه بيت مجنونة كده اسمها شنسين البيت دي للأسف ما نجحها يعني ما نجحتش أو اسمها سقط متكشف وأنا محتاجها قوي فلقيت حد بيكلم بيقول لي أستاذ ويل عبد ميجي دقلب عنيك اسكندراء بطول عليا أنا قال لي أوه وأنا بقى بعيد بقى ومكتابة ما خدو نيس فراحت بنية رقم تليفونه في الكاهرة كنت مقدمتك موزيعة؟ كنت مقدمتك موزيعة ومعدة برامج فهو نجحني مقدة برامج وسقطني موزيعة فاللي بينقل الكشفات استبعدني خالص فالرجل كان هيجنن فالحد أما عرفت فروح تكلمته قلت له مساء الخير أنا سعاد سليمان مسكندراء قال لي مش أنت اللي تكلمتي عن مرأة سوالوكة قلت له ألا أنا عايزك فروحت قال لي ما تزعليش وأنا آسف والله غزب عني أنا الحقيقة فخور جدا أني أنت تشتغلي معي شوفي دي الناس اللي بتدي الوحيد بجد يا شريف أنا طب ما أنت جتي معي مرة ضيفة وانت ماشي قلت لك إيه كنت أنا ماشي ساعتها من قناة المحور قلت لك ما تطلعيش في أي حتة عشان هتشتغلي معي ضيفة ستة أو هتزعي معي فكرة فما تقوليش أن انت ما عندك كيش حظ لا 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 يعني في الأخير ربنا عدلها بص يا سعاد هو ربنا عدلها على طول من واحده تستعيل لألفين وخمستاشر تحاول أبقى مزيع معرفتس بصي 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 ربنا عدلها على طول ما تقوليش أبدا لغاية لها ربنا يعدلها هو ربنا عدلها على طول الحمد لله وبيبقى ليه حكمة أنا رادية بص بيبقى ليه حكمة هو بيشوفك وبيختبرك أنا رادية أنا رادية جدا يعني إن الواحد يرضى دي أكبر نعمة أنت لهم لي رادية أنت عارفة أنا وأنا بشتغل في الأول في قناة الأسرة وطفل المزيعين زملائي إيه دا كده بيعمل إيه دا وهما بقى بيستضيفوا النجوم العالميين والنجوم المصريين وحاجة بقى فضيع وأنا بقى أطلع بقى بقدم برنامج بزيعه برنامج تاني طبيخ وبرنامج تاني مع الأطفال ونسبلهم إيه دا إنت عملت ناموذة مختلفة أنا أريد بقولك ما هو دا بإيه بإجتهادي مش بحظي أيها لا بابتكارك كمي وبابتكارك ماشي قولي اللي أنت عايزة أه بس أنا لا أؤمن بالحظ أنا بأؤمن بالإجتهاد والإبتكار والتجديد والإبتكار والتطاعد يكون دايما خارج الصندوق يعني أنا يمكن فيه مشروع مش هقوله دلوقتي أنا بحضر له حاجة ما لهاش علاقة بالإعلام خالص بحضر له خلال ست أو سبعة شهور حيظهر إن شاء الله هو خارج نطاق الصندوق تماماً معاك لا مش هينفع على الأسف وحاجة ما تخطرش على بال الناس حل فهمت إزاي؟ هو لازم كده يعني زي ما أنا قلت في الأول ما دخلت في القصة والطفل وعملت حاجة كنت عايزة بقى مختلف المبتكر هو اللي بعيش المقلد بينتهي بس فهمت زي؟ ميرسي بنشكر كل الناس اللي كانوا دايماً مقفين في ظهرنا ونجحونا بعد ربنا طبعاً وإدونا الثقة بالنفس أنا سعيدة إن أنا قلت أساميهم كلهم طلبة في قليات الإعلام عاملين مشروع تخرج عن الأستاذة شويكار خليفة خليفة؟ والرسوم المتحركة لو تحبها هي تستطيع لا احنا مش بنستضيف مشاريع طلبها للأسف بس هي أستاذة شويكار خليفة تستهل كل الخير ده صحيح يلا النهاردة هحنا نتكلم عن بيت السحيمي مين بقى ده؟ بوس هو أول واحد ما سكنه ما كانش اسمه السحيمي وتسمى على اسم آخر واحد سكنه أول واحد سكنه اسمه عبدوهاب الطبلاوي شاخ بندر تجار القاهرة العثمانية الرجل اختار مكان كده لطيف في شارع المعز في حتة اسمها الدرب الأصفر ومنطقة شارع المعز ده شارع ده وقت فيه أثار وتاريخ بتاع ألف سنة من أول الفاطميين القاهرة الفاطمية وبعد كده جم الأيوبيين بنوا في نفس المكان والمماليك وبعدين العثمانيين لحد محمد علي يعني من أول تسعمية تسعة وستين ميلادية لحد ألف تمنمية وخمسة ألف تمنمية وخمسة والشارع ده في الأصفر بتاعة الفترة الممتدة ده فالشيخ عبدالوهاب الطبلاوي اللي هو شاه بندر تجار القاهرة اختار البقعة دي وعمل بيت جزء واحد هو دلوقتي جزئين جزء واحد علشان يعيش فيه هو وأهله الكلام ده كان سنة ألف ستمية سبعة واربعين وعيش فيه فترة وبعدين اشتراه شاه بندر تجار القاهرة العثمانية برضو بس سنة ألف سبعمية سبعة وتسعين اسمه إسماعيل إسماعيل شلبي وبنى يعني أخذ المكان الجزء الأول وبنى كمان جزء تاني فبقى البيتين جزء غربي جزء شرقي وما بينهما زي نقول حديقة حديقة مغلقة مدخل يعني كل الأسماء دي واردة فيه فعمل الجزئين وبعدين ضموهم في بيت واحد وفضل عايش فيه لحد ما اشتراه الشيخ السحيمي اللي هو كان سنة كم بقى ألف تمنمية وثلاثة عشر فعلى حصر محمد علي يعني بعد مئتين سنة تقريبا او وتسمى باسمه بس هو ما كانش عايش فيه هو كان بيستخدمه لي يعني اولا هو كان شيخ في الأزهر وشيخ رواق الأطراق تحديدا هو كان الأزهر الشريف كان أروقة فيه رواق السادة الشوام رواق السعيدة رواق الأطراق حيث كان الطلبة بيعيشوا جوه الأزهر الشريف وكانوا جامع وجامعة وبيليهم حاجة اسمها الجراية والجراية اللي هو الأكل والشرب والأدوات التعليمية والكسوة السنوية فهو كان سحيمي هو كان شيخ أو رئيس رواق السادة الأطراق في الجامع الأزهر وهو أخده يستقبل فيه تلميزه يكمل فيه دروس يعمل فيه زي جلسات تصوف يعمل فيه جلسات القرآن يعني فيه بيوت كتيرة في المنطقة دي يعني بيت السحيمي بيت السحيمي وفيه زينب خاتون زينب خاتون النحية التانية ورق جامع الأزهر وفيه بيت الهراوي وزينب خاتون وفيه ست وسيلة جنب الهراوي حاجة أندرسون اسم أجنبي ده أندرسون ده تحدد ده بيت الكرتلية ده جنب ابن طولون جامع ابن طولون ده بقى التحفة بقى ده التحفة التحفة يعني لازم نعمل له حلقة بيت الكرتلية جاير أندرسون جاير أندرسون اللي هو جامع أحمد ابن طولون طيب بصي احنا هنسمع أغنية ميش وبعدها فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن بيت السحيمي ونشوف الصور بقى يلا يا أستاذ حسين أيوا بونسوار هتغنينا إيه نعمعنا الحب الحقيقي الله لو أستاذ أحمد فؤاد نسمع الحب الحقيقي بعدها فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن بيت السحيمي مع سعاد سليمان خليكم معنا سمحتم أزيكا موسيقى 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 المترجم للقناة 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 مترجم للقناة المترجم للقناة eureنا ماشي لنا بالمعكون لفي بينا يا دوني مالجحين يا دوني لب بينا يا دنيا مرجحينا يا دنيا يا حمد لنا ماشي اكتعلنا ماشي قدير عايشين يا دنيا متورانا ومكلفانا وموريانا انظل فيه قدير عايشنا يا دنيا مالا بك فيactor من دنيا كيش قدير عايشين يا دنيا اكتعلنا يا دنيا كيش قدير عايشين يا دنيا اشتركوا في القناة